نظمت جمعية دار الكتاب المقدس بالتعاون مع لجنة تعليم مسيح الكاثوليكية المرحلة النهائية من المصابقات الكتابية 2013 التي تعقد بين طلاب المدارس الكاثوليكية في الأردن ولهذا العام أقيمت المصابقة بإنجيل القديس لوقة وباستضافة مميزة من مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام وبمشاركة عدد كبير من المدارس الكاثوليكية في المملكة وبالأخص في المصابقة التمهيدية بالأردن من تقريباً عشر سنين بدأت مبادرة مسابقة البايباليك وزينغو مسابقة كتاب المقدسة لوصلتنا من أمريكا ومن سنة الماضية بلشنا بشكل رسمي بإنجيل القديس يوحنا والسنة عم نتصابق بإنجيل القديس لوقة بـ 24 فصل وقد وصل إلى المرحلة النهائية أكثر من ستين طالباً تنافسوا خلال سبع مباريات لفئة البراعم وأربع مباريات لفئة الشبيبة أقيمت في قاعتين من فصلتين لكل فئة أشرف عليها لجنة المصابقة الكتابية والتحكيم الأبو سام مساعدة كاهن رعية القديس يوسف في أدر للاتين والسيد منذر النعيمات أنمين عام جمعية الكتاب المقدس في الأردن والسيدة أدريانا معلمة التربية المسيحية في مدرسة يسوع الملك للاتين والسيدة منافرج متطوعة مع جمعية الكتاب المقدس في الأردن أول مرة بندخل بهذه التجربة وكتير عجبتنا كتير وفادت طلابي وحلو منافسة مع مدرسة ثانية وحلو يتعلم الطلابي نفسه عشان كلمة ربنا وكتير هلا بهالوقت بتعرفوا أنه عصر التكنولوجيا والفيسبوك والآخره كتير صعب نخلي الطالب يمسك الإنجيل ويقرأ فيه وهذه فادته كتير بحياته وأنا دائما بشجع طلابي لهيك مسابقات دينية والمدرسة بتشجع مديرتي كتير بتساعدنا وبتشجعنا هيك مسابقات وبتفتح أمام الطلاب هيك مسابقات ونستقبلهم في مدرستنا فادتني مسابقة الدين بلاجة كتير كبيرة خلتني أقرأ عن كلام يسوع وخلتني أفهم كلام يسوع أكتر أخلي مجالة يسوع أكتر يدخل ببالي بحب أشكر جمعية الكتاب المقدس لأنهم عملوا المصابقة الدينية وإحنا مش هدفنا أن ننفوز هدفنا أن نحفظ كلام الله ومش بس نحفظه ونطبقه بحياتنا ونعيشه يذكر أن هذه المصابقة هي مصابقة عالمية بدأت في الأردن منذ ثلاث سنوات بتبنن من جمعية دار الكتاب المقدس والهدف منها هي تشجيع الطلبة في المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية على فهم وحفظ كلمة الله والعيش بحسب هذه الكلمة ويتم ذلك من خلال أسلوبا حديثا ومشوق للتدرب والتنافس طلاب كانوا متحمسين فوق ما تصورنا إحنا وصاروا يحفظوا الآيات يحفظوا الإنجيل صارت عادة عندهم أنه يمسكوا الإنجيل ويقرأوا فيه صاروا بالساحة يمسكوا الإنجيل يقرأوا فيه بتعرفوا أنت ونحن هون هلأ بعصر التكنولوجيا الطالب ما عنده وقت أنه يقرأ بس لأعجبني بهاي المسابقة أنه الطالب تعود على قراءة الإنجيل صار صديق إليه أي ثاني مرة بشارك فيها في مصابقة البايبل كوزينج حفظ كلمة ربنا وبتمنى أنه يعني كمان يعني غير حفظ كلمة ربنا أني أقدر أعيشها وأطبقها في حياتي كان لها تأثير إيجابي علي في أنه قدرت أنقلها بين إخوتي وزملائي في المدرسة يطبقوها يعيشوها مع بعض مسابقة الكتاب المقدس اللي بتعملها جمعية الكتاب المقدس كثير بتفيد الطلاب بتفيد الأهل لأنهم عم بيشجعوا أولادهم وعم بتشاركوا معهم في هالمسابقة حتى يحفظوا كلمة الله ويطبقوها في حياتهم إضافة إلى تعزيز مبدأ العمل الجماعي والتنافس الإيجابي لدى المتسابقين وذلك إن المسابقة لا تقام بالتنافس الفردي بل تعتمد على التنافس كفريق وتعزز ثقة الفرد بنفته واحترامه للأنظمة والقوانين وسيتم منحة طلب الفائزين لهذا العام جوائز قيمة ستوزع عليهم خلال حفل التكريم بعد أن تعلن اللجنة رسميا أسماء الفرق الفائزة بالمسابقة الكتابية 2013 نانسي طباصي نورسات الأردن